وضع مسؤول الإسماعيل اللاعبين الأجانب تحت المنظار وكلفه حمد إبراهيم تقييم أدائهم ومدى استفادة الفريق الفنية منهم تمهيدا لبقاء البعض منهم ورحيل أخرين نهاية الموسم الحالي واستقدام صفقات جديدة يشترط أن تتوفر لديها القدرات والإمكانيات لتمثيل الفنلة الصفراء بالشكل الأمثل الذي يستحق التكلفة المالية التي تحملها خزينة النادي بالعملة الصعبة وكان مجلس الإسماعيل برئاسة يحل كومي تلقى تحفظات كثيرة من قبل أعضاء الجمعية العمومية والجماهير على المستوى العام للمحترفين الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وهم الجامبي سايكو كونتيه والبوليفي كارميلو الجاراناز والأرجنتيني دايجو فرناندو والإفواري جان موريل والجزائري محمد بن خماسة والأخير لم يشارك في أي لقاء رسمي حتى الآن عكس باقي زملائه الأربعة حصلوا على فرص عديدة لللعب أساسيين وبودلاء خلال مباراة الدوري وكأس الرابطة التنشطية وأدوهم لم يكن مرضيا لذا اتخذ المسؤولين بالإسماعيلي قرارا بإعطاء حمد إبراهيم الصلاحيات الكاملة لتحديد استمرار اللاعبين الأجانب لنهاية عقدهم الممتد الأربع سنوات ونصف الموسم أو البدء في تسويقهم مبكرا إذا لم يطوروا أداءهم حتى لا يتكبد أن هذه خسائر مادية كبيرة لا سيما وأن الأغلى سعر بينهم الإفواري جان موريل القادم من دينامو منسك البيلاروسي نظير عشرة ملايين جنيه الذي تم ترشيحه عن طريق وسطه أفاد وقتها أنه الأفضل بكل المقيس ويعد مفاجأة الدوري المصري والجدير بالذكر أن مسؤول الإسماعيلي دونوا بندا في عقود الأجانب في مستنداتهم الرسمية اجتمل على فسخ التعاقد معهم من طرف واحد دون تحمل أي أعباء إضافية وهذا الإجراء يعد إيجابيا يساعد للاستغناء عن أصحاب المستوى الضعيف وتلافى الأزمات التي حدثت من قبل للاعبين أجانب سابقين عند رحلهم أصروا على تنفيذ الشرط الجزائي لصالحهم